القوات الأمنية مثل ما تحدث السيد ريزراء وبين الشعب وبين الشباب المتظاهر يجب أن تكون على أعلى المستويات يعني هو تطرق السيد ريزراء في كلمته إلى أن تكون هناك احترام من القوات الأمنية احترام من الرتبة العسكرية احترام من البذل العسكرية لأنها تمثل هيبة الدولة أنا أقول يعني سبب فقدان هذه الثقة وفقدان هيبة هذه القوات وسببها المسؤولين القادة الذين يقومون بزج القوات المقاتلة تجاه أمام المتظاهرين ذلك يعني هنا يعني تسببوا وهم المتورطين في هذا الموضوع يعني عندما كلنا مسؤول ريزراء وقادة عامل قوات المسلحة وازج قوات مقاتلة في الميدان ويأتي بها إلى ساحات التظاهر وازجها أمام المتظاهرين يحدث هذا التصادم مثلا في الاربعين شهيد أو اثنين واربعين شهيد الذين سقطوا في ذيقار قوات الرد السريع أكثر الذين قاموا بالتصادم مع المتظاهرين هم قوات الرد السريع قوات الرد السريع قوات مقاتلة في الميدان لما أجيبها وأزجها في التظاهرات هو هذا الخطأ الكبير أخسر الضباط وأحطم الضباط وحطم حتى الضباط وحطم مستقبلهم وهم هذا ليس